ضمن جهود فرض الأمن ومحاربة الظواهر السلبية أطلقت الإدارة العامة للبحث الجنائي حملة لمكافعة ظاهرة التسول داخل مدينة بنغازي وذلك بتعليمات من وزير الداخلية بالحكومة الليبية ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي مدير مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي أكد أنهم قاموا بتسيير دوريات من قسم الظواهر السلبية التابعة لهم يستهدف من يمتهنون التسول على الطرقات والأماكن الحيوية في المدينة وأمام المصارف والمحلات التجارية تعليمات صادرة من سيد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي وكذلك سيد وزير الداخلية بمكافحة ظاهر التسول داخل المدن وكذلك داخل مدينة بنغازي تم تخريج قسم مكافحة ظاهرة سلبية تابعة إدارة العامة للبحث الجنائي بتدقيم دورياتها بمرور على كل المفتلقات وأيضا المصارف والمكلة الحيوية المتواجدين فيها وتشهد مدينة بنغازي انتشارا ملحوظة لظاهرة التسول التي ترتكز على استعطاف الناس واستجداء كرمهم وهي ظاهرة أوضح أشكالها هو انتشار المتسولين على جنبات الطرق والأماكن العامة الأخرى هذه هؤلاء الأشخاص ما تم ضبط اليوم جلهم من العمال الوافدة يمتهون هذه المهنة من أجل الكسب المال واستعطاف في الليبيين معرفين الليبيين بالحن زايد عندنا نحن كليبيين كذلك يجمعوا في المال بمبالغ كبيرة جدا من أطناع تسول المصارف وكذلك المحلات هذه الحملة وغيرها الكثير من سابقاتها تأتي لتؤكد أن الأجهزة الأمنية المختلفة في المدينة تعمل على قدم وساق لفرض كامل الأمن داخل المدينة ولقوف أمام كل الظواهر السلبية ومواجهة الجريمة بمختلف أنواعها وتقف مع الأجهزة العسكرية كسد منيع لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن من الإرهاب وتطرف وأي محاولة لزعزعة أمن المواطنين لقناة ليبيا الحدث محمود بن مصباح